خلف بيانات الانتصارات الحكومية وذرائع فرض الأمن والقانون يختفي مشهد قاتم دموي يراد له أن يبقى متواريا عن العالم بل حتى عن الضحايا أنفسهم شمال بابل جنوب بغداد هي إحدى البقع المظلمة المنتشرة في عراق ما بعد الاحتلال والتي تمثل ساحة عمليات للميليشيات النافذة فتنوعت أنشطتها بين قتل وخطف وحرق للمنازل وتجريف للبساتين طوال السنين الماضية حتى وصل الحال إلى استهداف الكوادر القانونية في تلك المنطقة وكان المحقق القضائي أحمد سلمان العزاوي آخر ضحاياها مجموعة مسلحة خلال عودته إلى منزله استهدفته فأطلقت عليه وابلا من الرصاصات فأصابته ست منها ليتوفى لاحقا بعد نقله إلى المستشفى يداوم بحد محاكمي من ناحية النيل طلع من الدوام ومن طلع من الدوام من ناحية الإمام حاول يتسوقه وقتله لم يجد ذو القتيل سوى رفع الشكوى لله بعد أن تيقنوا كما جارى بتجارب سابقة أن الشكوى عند الأجهزة الحكومية لن تلقى مكانها حتى في الأدراج فالقاتل معلوم الهوية والتوجه لكنه فوق القانون الكوادر القانونية في بابل استنكرت الحادثة واعتبرتها عملا إرهابيا يهدد الجميع في المحافظة نستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان الذي ذا على زميلنا الحقوقي أحمد العزاوي وسائلين الله العلي القدير أن يسكنوا في سيح جناته وكان سبق العزاوي بالمصير ذاته قبل نحو أسبوعين المحامي غزوان عبيد الجنابي الذي اقتيله الآخر قرب ناحية الإسكندرية شمال بابل بعد استلامه موكله المفرج عنه من مقر التسفيرات بالمحافظة وهذه الممارسات حسب شهادات النواب المتهم فيها ميليشيا الحجد مما يؤشر إلى أن نهايتها لن تكون قريبة ترجمة نانسي قنقر